في أوروبا مثلا قلنا بنفرج على اللي بيحصل في إنجلترا وفي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا يجي مثلا النادي زي مانشستر نايتد يقول لك والله أنا القائمة بتاعتي لا تتحمل المشاركة في كل البطولات وبناء عليه أنا هركز مثلا على الدوري ودوري على طرق أوروبا بس والكاس للتحاد أو كاس المحترفين الكرباو أنا هلعب بفريق من الشباب والله كسبت ومشيت أهلا وسهلا ما كسبتش وخسرت خلاص ما أنا مش قدر أتحمل يعني القائمة بتاعتي لا تتحمل كل البطولات دي ففكرة الاستغناء كمان أنك تبقى قادر تستغنى نادي الزمال أهلي عمل مضطرا دلوقتي وقال لك أنا خلاص أنا هستغنى عن كاس مصر بش ألعب فيها خالص هم فورو ما بيعملوش كده هم فورو بيقولك إيه إلعب ناشئين وخلاص والمناسبة يا كريم الأهلي كانوا بيعملوا كده زمان إحنا بننسى أيام منه الجزية مع النادي الأهلي وأيام الزمالك في قوائل الألفنات كان الأهلي زمان يدخلوا بطولة الكاس بيدوا الحرس للإحتياط ويدوا اللعبة الصغيرين ويفضروا مكملين لحد ما الفريق وصل مثلا نص نهائي ونهائي يبدأ تعالى اللعب اللعبة الأساسية وكنا بنشوف أن اللعبة صغيرة يعني على سبيل المسال رومي ربيع ظهر في النادي الأهلي من مشاركته في مباراة من مباراة الكاس محمد هاني ظهر مع النادي الأهلي من مشاركته في مباراة من مباراة الكاس في النهاية أنت لازم أنت ترتب أولوياتك أنت لازم في لحظة من اللحظات أنا أولويتي أن أكسب بطولة أفريقيا أنا أولويتي أكسب الدورة عايز الاثنين أنت عندك قايمة فيها 30 لعيب أنت عزز قايمتك بلعبين يستحملوا أن أنت تلعب الموسم بالكامل لأن في النهاية في النهاية هتوصل لمرحلة معينة في الموسم أنت مضغوط وستخدم قايمتك الكاملة عشان تعمل المدورة وتقدر تحقق البطولة نوزع الزنقة دي كلها على الموسم بحيث ما تتزنقش الزنقة بتاعت 20 مطش في شهرين وأكتر من وشهرين ونصف لا على مدار الموسم فيه انتظام واضح جدا حتى أنت كمدرب تبقى عارف تقسم الاستشفى بتاعك إزاي والتمرينات البدنية بتاعتك إزاي وأنت عارف أنا هلعب هنا يوم كذا وهارجع قدامي يومين لكن دلوقتي احنا كل مدرب بيطلع يتكلم يقول أنا ما عنديش وقت أتضرب العيبة ما عنديش وقت الاستشفى ما عنديش وقت للتحضير وده بسبب أن أنت مش عارف هنا هنلعب إمتى وهنروح كمالا لكلامك يا كريم يعني بالمناسبة كارلو أنسلوتي في مؤتمر النهاردة النهاردة اتكلم أن أموره غير واضحة في الموسم بسبب بطولتين كاس العالم الأندية والإنتر كونتيننت كارلو أنسلوتي اللي بيدرب يعني يمكن أفضل فريق في العالم اللي ما يتعود على طول أفضل قائمة في العالم أفضل قائمة في العالم اللي هو يشارك تتنشر بطولة مع بعض اتساءل النهاردة إن تناوي الموسم ده تنافس عليه قال لسه مش عارف دي مسئولية على المدرب أنسلوتي حتى ما خافش من جمهور ريال مدرية إزاي يعني تبعاك مبابين هو عشان مدرب كبير هو عايز يعمل خطة الموسم بالضبط كسه احنا عندنا يعني السنين اللي فايت دي كلها احنا بنعمل خطة مؤقتة يعني اللي هو إيه هنعمل أول شهرين خطة نماشي نفسها نماشي نفسها نماشي نفسها أول شهرين ونشوف الشهرين اللي بعدهم ما يحصل وفيش حد بيشتغل كده أبدا في خطة طويلة المدى وتقدر تشتغل عليها وتقدر تفهم أنت هتعمل إيه هتبدأ بتشكيل عاملة إزاي والحمل البدى كل تفاصيل ما بنعملوش